فيوسف كان يحمل هذه الآيات عند اللزوم يعني موضوع جمال يوسف ما كان له أي علاقة في الموضوع وليس النسوة إلى هذه الدرجة كما يريد أن يصور البعض فموضوع الجمال ليس كل النساء من تعتمد هذه الفكرة بل ربما معظم النساء يرفضن هذه الفكرة بالمناسبة فبالتالي هذه الكذبة التاريخية سأضعها بين قوسين على الأقل لأن القرآن ينفيها فهذا ليس القول من عندي هذا ما تقوله الآيات في سورة يوسف في القرآن الكريم بعد ذلك النسوة هنا معهم أيضا امرأة العزيز قورا مباشرة قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين